هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الكامل والتوسعات التي يشهدها مطار سانت كاترين الدولية وخلال زيارات حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين فاشهد مدبولي في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ بالمشروع موجها باستكمال مشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولي بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمية باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة